أهلا بكم بمناسبة يوم المريض العالم الثلاثين الذي صادف يوم الحادي عشر من الشهر الحالي وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى المرضى تحت عنوان كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم دعيا فيها الشفاء لهم وطالبا منهم أن يعيشوا حياتهم ويقدمون ذواتهم لله من قلوبهم وقال إن خبرة المرضي تجعلنا نشعر بأننا ضعفاء وبحاجة للآخرين مشيرا قداسته إلى أن الجائحة تدعونا إلى التفكير في أنواع أخرى من الأبراض التي تهدد البشرية والعالم وأوضح أن عدم المساواة بين الناس تكشف أن البعض يتمتعون بخدمات متميزة فيما يجد كثيرون آخرون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية وختم قداسة البابا كلمته بالقول إن يسوع سيمر بالقرب منكم من خلال سر القربان المقدس ليظهر لكم قربه ومحبته فسلموه عذاباتكم وألامكم وتعبكم واتكلوا على صلوات الكنيسة التي ترتفع من جميع أنحاء العالم نحو السماء من أجلكم وإن الله لن ينساكم أبدا